في ضوء حرص مصر على تمكين المرأة المصرية والعربية من خلال العمل العربي المشترك استعرضت وزيرة التعاون الدولي رنيا المشاط مع نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيدة مونة الميري استعرضت السياسات الداعمة لتمكين المرأة وقالت المشاط أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تطلق محفزة سد الفجوة بين الجنسين وتدعم التمكين الاقتصادي للمرأة بما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي والإنتاج المحلي من جانبها أكدت مونة الميري أن مصر والإمارات تجمعهما رؤية مشتركة لدعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات مضيفة أن التوازن بين الجنسين يعني مجتمعا أكثر توازنا ولتلاحما